صباح الخير كيف تكون شو الأخبار يا رب تكونوا بخير عيد حب سعيد في بلادنا بسوريا ولبنان أول ما بدوا يحتفلوا بالفالنتاين كانت تقريباً قبل أكثر من 30 سنة لسه ما كان معروف ما يعيد الحب أو كذا لسه ما كان درجة هالموضة وقته قالوا أنه عيد البلادنا كان وقته بمارير بفترة ما فيها أعياد فاخترعوا لنقول أو ابتدوا لنقول مش أنه اخترعوا ابتدوا يحتفلوا بها اليوم ليسوقوا للمنتجات أو ما شابه ذلك لأنه كان مثلاً قبل أعياد بعد أعياد الميلاد وراس السنة وكان فيه فترة تانية لأعياد الفطر والأضحى وما شابه ذلك فكانت هي فترة ما فيها أعياد بالمجمل هيك عم حاول تذكر لما درجة هالموضة وشون حكى وقته عن هذا الموضوع أنه هي كانت فترة لتشان ما تصير كساد بالبضاعة مشان تسويق وما شابه ذلك فاخترعوا أو بدوا يحتفلوا أو ابتدعوا مش من ابتدعوا مش من كلمة بدعة لأنه الشيء اللي بتدع شيء بديع زاهي حلو يعني مش أنه بدعة بمعنى تانية ما بحب أدخل بهذا المجال رجاء أبداً مع كل الاحترام والتقطير للجميع فبدت هذه الفكرة وصاروا يحتفلوا بسان فلانتانز تمام؟ سان فلانتان هي حكاية قديس كان موجود بالعهد الروماني القديم تقريباً كان مهتمد الروماني كثير على الحروب وكذا فالامبراطور الروماني كان منع أو حرم زواج الشباب يعني العزاب يعني بفكرة أنه هذا رح يلهيهم إذا تزوجوا وصارت حروب رح يهتموا أو يفكروا بنساء زوجاتهم وأطفالهم ما شابه ذلك فمنع هذا الموضوع في قديس اسمه بلانتاين حاول يساعد الشباب العزاب لا يتزوجوا فوصل الأمر لأمبراطور الروماني أو أمر بحبسه الأمبراطور أتوقع كان اسمه كلاوديوس أو ما شابه ذلك وأمر بحبسه وإعدامه معه بالسجن كان فيه شخص اسمه استيريوس وكان عنده ابن عمياء فكانت تزوروا لهذا القديس بالسجن لباركها بشكل أو بالتاني على أساس بل كي بتشفى من العمى بعدين انعدم هذا القديس بالانتاين وكان فيه رسالة مرسلة من فالانتاين لهذه الفتاة الميته وكانت مذيلة يعني نهايته كانت فالانتاين هيك بدأ اسم فالانتاين بالمجمل بغض النظر عن شي ومكان يمكن هني اخترعوا الورد الأحمر لأسباب أنا بشوف الحب هو بالعقل وبالعقل يعني بالروح بالعقل بالروح مش بالقلب القلب مش معروف صراحة مش معروف صراحة وين عيد صراحة وين مكان الحب بالروح والروح هي ما معروف وين كل الروح من أمري ربي ما معروف وين في وشو موضعة بالجسد القلب لما بيصير لما يصير في يمكن على الخوف بيخفوق القلب على الفرح بيخفوق القلب على الحب بيخفوق القلب مو بس بحالة وحدة هي الحب فأنا ليس شرط أجيب ورود حمرة طبعاً أنا محدة هداني ورود با هدات حالي خمس وردات ثنين توليب وثلاثة ورد شوري هدات حالي محدة هداني بذكر من أكثر من تقريباً تقريباً من أكثر من عشرين سنة قلت لي أحداء هنو كانت صديقة عزيزة ولكن دون أي معاني تاني قلت لي هابي بالانتاينز بعد فترة حسيت حالي أنه الموضوع موضوع ارتباط وما شابه ذلك هلا هابي بالانتاينز داي عيد حب سعيد هذا ما شرط مرتبط بشخص هلا أنا رح أبعته لكذا شخص هذا الفيديو فهذا ما مرتبط بشخص واحد أو هي محبة اللي هي تعنى الحبة بكون حيوان متواخذوني ممكن يحبك ويعبرلك عن حبه إنسان لإنسان مو شرط الحب المعنى التقليدي المتعارف عليه ما ارتباط وزواج وما شابه ذلك فبذكر هذه الحواجز اللي صارت ووقتها بعدين زالت مني على أساس أنه أنا خليف فيها كانت هي جملة بهذا الوقت نبعت التكست ميسج رسالة نصية للسكن ما في واتس أب لما شابه ذلك عادة رسائل اللي بتعني أشياء مصمطة شو يعني مصمطة ممكن الشخص يفهمها بأسلوب هي لا تعني ذلك حتى الرسائل أنا بنصحكم كثيرا لا تعتمدوا على الرسائل نصية لا تعتمدوا على الواتس أب لما بتكون تقرروا موقف أو من أي شخص كان هي الموضوع أكثر من هيك أكثر أكثر من كثير من هيك ممكن ينفهم بلهجة حطوا إيموجي بالواتس أب حطوا إيموجي بالواتس أب حطوا إيموجي بالشاتينج حطوا إيموجي تعال أليفر أليفر تعال حطوا إيموجي ولكن هذه لا تكفي لا تعبر فوقتها كانت من كلمة ما بعرف شو فهمت أنا مو عم بحكي إشياء نيغاتيف بس عم بحكي هكي أنا بشوف أن عادة أي شيء شاتينج لا ما بيعبر عن شيء ممكن ينفهم غلط ممكن يعمل سوء تفاهم وهذه مشكلة ممكن يقربك لشخص وأنت بشكل تاني وأنت ما قاصد هذا الشكل قالنا الإيموجين عملت ما قدت كثير ما بتأدي حتى الرسائل الصوتي ما بتأدي حتى أحيانا الفيديو ما بيعبر دائما عمل تواصل مع الشخص اللي بتحبه ما بس تهدي أنا ما أنا جبت الوردات بيوم 15 ما بحب تاريخ 16 وما عملت بـ 14 لأنه لازم يكون نحب بعض بكل يوم ومو بس بهاليوم لازم لما بتحب شخص أول شيء يحب نفسك ما حب نفسك تكون أناني الأناني هو اللي بحب لحاله ومو دون غيره أما الشخص اللي بيحب حاله وبعدين قادر يحب غيره هو أوثق فيه لأنه اللي عندك ناقصك ما بتطير تعطيه تقدمه ومرة حكيت أنا عند الرجيم إذا ناقصك مواد حتى لو ناقصك فاس فأنت جسمك لازم يكون موجودة لا يقدر يضحي فيه ويحرقه تمام؟ بالمقابل كمان نفس الشي فاقد الشيء لا يوطيه أنا شو رأي 건 بهذه المقولة؟ بالفكرة نسبية فاقد الشيء لا يعطيه وفاقد الشيء يوطيه هؤلون الفكرتين صح فاقد الشيء لا يعطيه وفاقد الشيء يعطيه ولكن بالمقابل أنت اهتم بحالك اهتم بحالك sophاتienne لما انت بيجيب هدية لحدك لا تحرم حالك منك إذا ما عندك اجيش هدية لك قبل لم تجيش أب يقول Orange ما غلط أبدا ممكن أحيانا تجيب إذا عندك إيها موجودة تجيبها بشكل تاني المهم لا تنسى حالك اهتم بحالك حب حالك قبل ما تحب غيرك هذا المهم أبدا بالفالنتاين سحبوا حالكم ولكن دون أنانية دون أنانية فرق بين حب الذات والأنانية الأنانية هي نكران الآخر بالمقابل التضحية أنا ما كتير ما في إلى حدود التضحية فهذا كان الموضوع بالنسبة للفيديو حبي فالنتاينز دي رح أوسلوا للكل الناس اللي بعرفون لأنه المحبة قبل الحب هي الأساس ومشارة تهدي وردة حمرة تمام ممكن تكون عادة بعيد الحب بيرتفعيل أسعار الورود الحمرة مشارة تهدي وردة حمرة ممكن تكون أيلون ومحبة هي محبة كل شي حتى الحيوانات تحبك تحب الحيوانات الطيور النباتات كل شي لحولك كل شي لحولك له طريقة للمحبة للتعامل فيه حتى الباب لما بدك تسكره بتسكره بتعبير عن أنت ممكن تكون تعبير عن غضب ولكن هذا رح يامل صوت أنا كتير بكره الأصوات السيئة بصراحة كتير 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 بكره الأصوات المرتفعة فعبر عن حبك للكل بأسلوب راقي سامي وعبر عن محبتك ومعاستك قبل ما تكون هي حب لأن الحب قد يفهم بمعنى ثاني هو غلط هات كان الفيديو انا عجبكم الفيديو عملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس نزلوا تحت الفيديو عملوا اشتراك بقناتي هابي بالانتينز دي عيد حب سعيد فيه كانت فكرة كمان كلمة مجيد ومبارك ما رح أحكي فيها ممكن بعدين يخترع بالي أحكي عنا ولكن هابي بالانتينز دي عيد حب سعيد اشتركوا تحت القناة تحت الفيديو نزلوا وعملوا سبسكرايب لايك وإذا عجبكم الفيديو شاركوا مع غيركم انا طرحت فيه احد الروايات عن سان بالانتينز القديس بالانتينز ممكن فيه روايات تاني إذا عجبكم روايات تاني شاركوا نفيا أهل وسهلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة